من عجائب اللغة العربية هذه الأبيات ونصوغها لكم بقصة فتقول الأبيات النساء هن الدواهي والدواهن لا طيب للعيش بلاهن والبلاهن والرجال هم المر هم والمر هم لا طيب للعيش بلاهم والبلاهن فيحكى أن امرأة جاءت إلى مجلس الرجال فقالت يا قوم أنا امرأة غاب عني زوجي عشرة سنين ولا أزال على عسمته وأريد منكم من يتبرع ويأتي للقاضي ويقول أنه زوجي ويطلقني وأعطيه على ذلك مئة دينار ذهب قام أحدهم فقال أنا موجود فدخل معها للقاضي وقام بتطليقها ثلاثا لما انتهى إذا بها تقول أيها القاضي إني أطلبه بنفقة عشرة سنين فقضى لها القاضي بخمسة ألاف دينار فهنا تورط هذا الرجل لا يستطيع التراجع عن كذبته فيسجن فدفع لها خمسة ألاف دينار ثم قالت له وبكل برود حتى لا نظلمك هذه مئة دينار التي وعدتك بها فقال الأعرابي النساء هن الدواهي والدواهن لا طيب للعيش بلاهن والبلاهن ترجمة نانسي قنقر